موسيقى السلام عليكم أعزائنا طلاب الصف السادس العلمي ودرس جديد من دروس الفيزياء من فضائية العراق التربوي درس اليوم سنكمل الفصل الرابع الموجات الكهرومغناطيسية في الدرس الماضي تعرفنا عن الموجات الكهرومغناطيسية والخصائص الخاصة بالموجة الكهرومغناطيسية وتعرفنا كيفية توليد موجة الكهرومغناطيسية من قبل العالم هرتز وتعرفنا كيفية معرفة تكون الموجة الكهرومغناطيسية درس اليوم سنعرف أنه هنا العالم هرس من أرسل موجة واستقبلها من مكان آخر عن مبادئ الإرسال والاستقبال تعالوا يا عزيزي الطالب نشوف أنه هنا مبادئ الإرسال والاستقبال أو تسلم الموجات الكهرومغناطسية مبادئ إرسال وتسلم الموجات الكهرومغناطسية هو مر علينا مسبقا في الفصل الثالث في دائرة الاهتزاز الكهرومغناطسي تسألنا يوما هل تسألت يوما وأنت تسمع صوت المذياع كيف يمكن لهذا الصوت أن يصل إليك عبر الفضاء ومن مسافات بعيدة جدا يتم ذلك وجواب عنها يكون يتم ذلك بوسطة نقل المعلومات من الموجات السمعية المحمولة إلى الموجة الراديوية التي تدعى الحاملة كما سنأتي على ذكرها لاحقا إن شاء الله وبعدها تبث هذه الموجات عن طريق محطة الإرسال واستقبالها عن طريق جهاز الاستقبال أي المذياع إن عملية الإرسال والتسلم تعتمد على جهازين أساسيا الجهاز الأول اللي هو دائرة الاهتزاز الكهرومغناطسي اللي ذكرت لكيها قبل قليل تعرفنا عليها خلال الفصل الثالث والثاني جهاز الهوائي اللي هو جهاز الاستقبال حتى أعرف الدائرة المهتزة بدائرة الرنين إننا دائرة الاهتزاز الكهرومغناطسي لاحظ هذا الشكل اللي مر علينا مسبقا إنه أنا هنا عندي محث ومتسعة متغيرة تتألف دائرة المهتزة من ملف مهمة للمقاومة أي مقاومة الأومية يتصل مع متسعة متغيرة السعة كما في الشكل اللي رأيناه قبل قليل ويمكن لهذه الدائرة أن تولد ترددا رنينيا F of R ومن خلال عملية التوريف وفق العلاقة اللي أخذناها في الفصل الثالث اللي هي التردد الرنيني أو F of R يساوي 1 على 2π تحت الجذر L معامل حتى ذاتي في سعة المتسعة إذن أنا دائرة الاهتزاز الكهرومغناطسي اللي مرت عليها هذه وظيفتها إرسال الموجة الكهرومغناطسية بدائرة الاهتزاز الكهرومغناطسي حتى أتعرف على الجهاز اللي راح يستقبل لي هذه الموجة اللي هو الهوائي أو الانتناع راح أشوف أنه أنا هذا الهوائي اللي عندي الهوائي شون يتكون وكيف يعمل يتكون الهوائي من سلكين معدنيين منفصلين يربطان إلى مصدر بورتية متناوبة يشحن السلكان بشحنتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالنوع كما في الشكل ألاحظ أنه أنا هذا الهوائي سلكين معدنيين هذا السلك وهذا السلك بياناتهم هنا يشحنان بشحنتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالنوع يعني موجب وسالب هنا أنا عندي نوعان من الهوائي راح نتعرف عليهم خلال درسنا الحالي هنا تتبدد الطاقة المنبعثة من الهوائي الإرسال في الفضاء بشكل موجات كهرومغناطيسية وتعتمد قدرة الهوائي في الإرسال أو التسلم تعتمد على عاملين أساسين هذه من النقاط المهمة اللي يعتمد عليها تجيك بشكل نقاط أو بشكل فراغات مقدار تعتمد على مقدار الفولتية المجهزة للهوائي وتردد الإشارة المرسلة أو المستلمة وقد وجد عمليا أن طول الهوائي عندما يساوي نصف طول الموجة المرسلة أو المستلمة يحقق إرسالا أو استقبالا أكبر طاقة للإشارة حتى نتعرف على هذا تعالي نشوف التوضيح من خلال الشكل التالي من هنا سيتعين علينا بالشكل فرق طور لاحظ أنه أنا راح يصير عندي الشكل أمامك هذه موجة كهربائية موجة من السالب V إلى موجة V يقول فرق الطور بين التيار المتولد والقوة الدافعة الكهربائية هنا أنا عندي 90 درجة تكون الفولتية في قيمتها العظمى VMAX عند نهايتين الهوائي ويكون التيار في قيمته العظمى IMAX عندما تكون في منتصف الهوائي أي العلاقة عكسية فرق الطور بينهم 90 نقطة تغذية قطبي الهوائي بتيار الإشارة المراد إرسالها عندها تكون الممانعة قليلة في النقطة في حين تكون الممانعة عالية في نقطة نهاية الهوائي لذا يمكن تغذية الهوائي بأعظم قدرة في الدائرة المهتزة مقارنة مع أي طول آخر ويمكن تأريض أحد أقطاب الهوائي كما تلاحظ في الشكل أنه أنا هنا ألاحظ أنه صار عندي أنه مؤرّض في الهوائي الشكل الماتي فصار عندي أنه عندي كل ما تسعد الفولتية قلل التيار والعكس صحيح ليكون هوائي إرسال واستقبال بطول هنا تنتبه لي على طول ربع موجه إذ تعمل الدائرة أو تعمل الأرض على تكوين صورة لجهد القطب بطول نفسه وبذلك يتكون قطب آخر في الأرض بطول ربع موجه تكتمل خواص هوائي نصف الموجه ويسمى في هذا الهوائي هوائي ربع الموجه هوائي طول نصف الموجه هو يكون ينطيني يقرالي نصف للموجه أما ربع الموجه راح يكون مؤرّض يقرالي لربع الموجه حتى أجي أعرف كيفية التعامل مع الهوائي راح أشوف المثال اللي يأدي المثال اللي عندي أنا هنا يقول ضبطت دائرة موالفت في جهاز راديو محطة إذاعية إذ كانت قيمة المحاثة في الدائرة 6.4 مايكروهندري يعني هنا أنا معامل الحاثة الذاتي 6.4 مايكروهندري وقيمة السعة هي 1.9 بيكوفورات يقول ما تردد الموجات التي يلتقطها الجهاز وما طول الموجه يعني أنا هنا التردد حتى أجي على التردد أرجع إلى العلاقة تردد رانينية لأن أنا هنا أرسلتها من محطة إذاعية واستلمتها بوفق تردد رانيني أفار بما أنه أنا عندي معامل الحاثة الذاتي L وعندي سعة المتسعة C راح أطبق العلاقة واحد على توباي تحت الجذر L في C لا تنسى أنه هنا أنا لوحدات مانتي بالمايكرو راح أحولها أضرب المايكرو في عشرة والسالب 6 وأضرب البيكو في عشرة والسالب 12 من أرجع العملية الحسابية راح ينطلع عندي التردد الرانيني أو أفار هو خمسة واربعين بوينت ستة ستة خمسة في عشرة والستة هرز إذن أنا وجدت تردد التردد الرانيني أو التردد الموجة اللي يلتقطها هذا الجهاز شي يريد بعد من عندي؟ يريد من عندي طول الموجة إليها وين نلجأ؟ نلجأ إلى معادلة ماكسوير اللي هي علاقتها التردد مع الطول الموجي بثبوت سرعة الضوء راح أطبق العلاقة أنه هنا مباشرة نقال للمدى أنت تقدر تجيبها FR تساوي السي على يمن على اللمدى آنه هنا صعد اللمدى نزل الـ FR راح تقول لللمدى أي طول الموجي هي سرعة الضوء 3 في 10 و 6 ثمانية مقسومة على 45.665 في 10 ستة اللي وجدناه قبل قليل من علاقة التردد الرانيني في قسم عملية الحسابية راح يطلع عندي طول الموجة المستلمة أو اللي استلمها الإذاعي راح تكون طولها 6.57 متر إذن أنا هنا صار عندي استفادية من خلال الموجة أنه مجرد أنه أعرف التردد الرانيني بثبوت أو بوجود المعامل الحدث الذاتي للدائرة والسعة المتغيرة في دائرة الاهتزاز الكهرومغناطيسي قدر تحصل على التردد من التردد قدر تعرف الطول الموجة تعالي عزيز الطالب نشوف المثال الآخر فيما لو كان أنه أنا عندي هنا استخدم الهوائي نصف الموجة أو الهوائي الربع موجة يقول أنا في مثال رقم 2 يراد استعمال هوائي نصف موجة لإرسال إشارات لاسلكية للترددات الآتية التردد الأول 20 كيلو هيرتز أدز عفوا بتردد 200 ميجا هيرتز احسب طول الهوائي أريد طول لكل من هذين الترددين وبين أي من هذه الهوائيات مناسب للاستعمال العملي لحساب الطول أو حساب طول الهوائي للتردد راح أجي أشوف التردد 20 كيلو هيرتز الشون راح أحسبه عندي آني هنا يحتاج لي أعرف الطول الموجي لأن علاقة طول الهوائي إذا أقول L تساوي الطول الموجي مقسوم على 2 هذا ياهو هذا طول نصف موجة L الموجة لمدة والنصف هي على 2 إذا أريد أحسب الربع أقول L تساوي اللي هي لمدة على من على 4 فإذا آني هنا أنا أريد يحسب لي علاقة نصف موجة راح أقسم الطول الموجي على 2 مين أجيب الطول الموجي عندي تردد التردد الأول اللي طلب من عندي هو 20 كيلو هيرتز أروح وين على العلاقة F يساوي C على لمدة التردد اللي ناطينيها اللي هو 20 كيلو أحول الكيلو إلى 10 في 10.3 حتى أتخلص من الكيلو وأقسم 3 في 10.8 اللي هي سرعة الضوء على التردد الأول 20 كيلو هيرتز راح يطلع لي طول الموجة 15 كيلو متر طول الموجة 15 كيلو متر إذا أريد الهوائي اللي يلتقط لي هذه الموجة إذا أريد حسب من علاقة L تساوي لمدة على 2 راح أقسم 15 كيلو متر على 2 راح يطلع طول الهوائي 7 كيلوات ونصف هل هذا منطقي؟ إذن آني الموجة اللي راح أذهب بهذا التردد يراد لهوائي جدا كبير لالتقاطها لعدش شوان أدز الموجة راح أدز الموجة بتردد آلي حتى يكون عندي طول موجة قصير من يكون عندي طول موجة قصير راح يكون أريل أو هوائي يكون قصير تعال شوفي هنا النصف الموجة L طلع لي هنا من طبقة قانون L لمدة على 2 طلع 7.5 كيلو متر هذا غير منطقي تعال شوفي التردد اللي لازم أدزه أنه هنا أنا حتى شوفي النقاش اللي حشاليها بالكتاب يقول من الجديري بالذكر أن طول هذا الهوائي لا يمكن استعماله في الناحية العملية ولغرض إرسال مثل هذه الترددات أو مثل هذا التردد نقوم بتحميله على موجة حاملة عالية بالتردد تسمى بالتضمين وسوف يأتي شرحها لاحقا إن شاء الله حسب لحساب الطول الموجي راح أشوف إنه أنا لو وضعت بتردد عالي مثل هذا الميتين ميجا هيرز يعني ميتين مليون هيرز راح أشوف الطول الموجي اللي راح أوصل إليه راح تقول نفس العلاقة اللمدى تساوي سي على الأف اللمدى هنا سرعة الضوء وثلاثة في عشرة وثلاثة والتردد اللي وضعته ميتين لا أنسى الميجا يعني عشرة وثلاثة الميجا مليون يعني عشرة وثلاثة من تحولها تضربها في عشرة وثلاثة راح يصفى عندي إنه أنا هنا ثلاثة على اثنين يعني واحد ونص متر واحد ونص متر طول موجي منطقي تقدر تشوف الأريال اللي راح يستقبل هذا الطول الموجي راح يستخدمه من يقسم المتر ونص وقسمها على اثنين هو هنا نحاوليها بالسنتيمتر حتى لسهولة القسمة ويمكنك أنه أنت تحول إلى عدد صغير بأنه السنتيم أنه متر ونص هي عبارة عن مية وخمسين سنتيمتر من نعرف طول الأريال أو الهوائي راح تقول اللمدة على اثنين راح تطلع لي طول الموجة أو طول الأريال عفوان الهوائي هي خمسة وسبعين سنتيمتر وهذا شيء منطقي خمسة وسبعين سنتيمتر تقريبا هذا الحجم أو هذا الطول عفوان هذا الطول أي هوائي تقدر يستلم هذه الموجة إذن طول الهوائي المستعمل لنصف الموجة يكون مناسبا من الناحية العملية وعند تأريض هذا الأريال أو الهوائي يصبح الهوائي بطول أصغر ليش؟ راح يكون مقسوم عليما على أربعة طول الهوائي ربع موجة راح أرضى من راح أرضى يتغير الهوائي من نصف موجة إلى ربع موجة فبالتالي أنا المية وخمسين سنتيم اللي طلعتها طول الموجة راح تتقسم على أربعة يطلع لي سبعة وثلاثين بوينت خمسة سنتيمتر يعني هوائي صغير فإذن أنا هنا عزيز الطالب الترددات العالية تنطيني أطوال موجية قصيرة فتكون من الناحية العملية أن أجمع أو أحسب أريال أو هوائي يقدر يستقبل لي الموجات الذات التردد العالي تعالي عزيز الطالب نشوف أنه أنا هنا من راح أجي أشوف كيفية عمل دوائر الإرسال تسليم والاستلام من أجي أنا هنا إلى دائرة الإرسال والاستلام مثل ما قلنا أنه من خلال هذا الشكل أنه أنا عندي الأجزاء الأساسية لجهاز الإرسال والذي يكون حتى نكبرها الجهاز الإرسال مثل بداية يتكون من دائرة اهتزاز كهرامغناطيسي وهوائي فمن راح يجي هنا يقول تحتوي ملفا ومتسعة متغيرة السعة ألاحظ أنه أنا هذا الملف هذا دائرة الإرسال بيها ملف وبيها متسعة متغيرة هاي دارة اهتزاز كهرامغناطيسي والأريال اللي عندي أيضا بيه متسعة متغيرة وبيه ملف هوائي إلى الخارج يستلم الإشارة فبالتالي يحوي ملفا هذا الهوائي يحوي ملفا مقابلا لملف الاهتزاز الكهرامغناطيسي ومتسعة متغيرة السعة متصلة بسلك معدني حر أو موصلا بالأرض من راح يصن عندي إرسال الموجة من دارة الاهتزاز سوف نشوف طريقة عملها طريقة عملها بالإرسال راح أجي أشوف عندما تغذى دائرة المهتز بالطاقة تبدأ بالعمل أو في العمل وتوليد موجات الإشارة الكهربائية ويمكن التحكم في ترددها ترددها عن طريق تغيير سعة المتسعة في دائرة الاهتزاز الكهرامغناطيسي أو من معامل الحث الذاتي للملف تتسبب موجة الإشارة الكهربائية التي تبثها دائرة الاهتزاز الكهرامغناطيسي في توليد تيار محتث متناوب في ملف الهوائي الذي يكون تردد هذا التيار مساويا إلى تردد الموجات أو موجات الإشارة الكهربائية التي مر توليدها أو اللي ولدتها من الدائرة المهتزة بعدها ينتج التيار المحتث المتولد في ملف الهوائي قوة دافع كهربائية في سلك الهوائي ترددها يساوي تردد التيار المحتث في الملف وتولد الموجات الكهرامغناطيسية التي يبثها سلك الهوائي إلى الفضاء إذن أنا هنا عزيز الطالب في دائرة الإرسال أنه راح تتحول الموجة الكهربائية إلى موجة كهرامغناطيسية من خلال دائرة الاهتزاز الكهربائي والهوائي اللي سوف يرسلها من راح يرسلها بالجو أو بالفضاء راح يرسل إياها بشكل موجة كهرامغناطيسية تغيرت الموجة الكهربائية إلى مغناطيسية بحركتها وبتغيرها صارت موجة كهرامغناطيسية تعالي شوف الشون راح أستلمها راح أستلمها أيضا بدائرة التسلم تعالي نشوف عزيزي الطالب دائرة التسلم أيضا مين تتكون وشون يكون عملها راح أشوف أنه الشكل اللي أمامك عندي هذا الهوائي اللي موجود بملف هذا الملف مقابل إلى دائرة راديو معدل موجة عندي هنا أجزاء الأساسية للتسلم هنا دائرتين دائرة المهتزة ودائرة الهوائي نفس الآلية اللي أرسلنا بيها الموجة تتكون هذه دائرة المهتزة من ملف ومتسعة ومتغيرة السعة ملف ومتسعة ومتغيرة السعة وهوائي يحتوي سلك معدني مرتبط بملف هذا الهوائي اللي موجود مثلا في السيارة موجود في التلفاز أو الإداءة بالراديو راح أشوف أنه هذا الهوائي طريقة عمله تكون بالشكل التالي من يستقبل الهوائي الموجة الكهرة ومغناطيسية من الجو ومن الفضاء إذ تولد فيه تيارا متناوب بتردد تردده يساوي تردد تلك الموجة اللي جاتي بها موجة كهرة ومغناطيسية جتني خمسمائة هيرز ميتين ميجا هيرز راح تتحول إلى موجة كهربائية بنفس التردد تردد هاش قاد هو نفس التردد اللي جاي بيه الموجة الكهرة ومغناطيسية يولد التيار المحتث المتناوب المار في ملف الهوائي إشارة كهربائية ترددها يساوي إلى تردد التيار المحتث والتي عمل الهوائي على تسلمها من جاتي هاي الموجة من استلمها الهوائي صار عندي تيار محتث من الموجة الكهرة ومغناطيسية بالمجال عفوا بالأريل أكو أكو عندي محث أو ملف محث نعم محث مهمة للمقاومة فبالتالي آني هنانا راح يصير عندي راح يصير تتولد قوة دافعة كهربائية وبدورها تيار محتث ينساب في تيار الهوائي نغير ساعة المتسعة ونروحسة بدائرة المعدل اللي هي تغيير موجة التضمين مانتي في دائرة الاهتزاز الكهرومغناطيسي إلى أن تصل إلى حالة الرنين حالة الرنين أنه أنا عندي الأفآل راح تكون ترجع تساوي هنا نتوباي مضروبة في جذر ألسي مقلوب مالتها راح أشوف أنه هنا أحصل على حالة رنين كهربائي عفوا رنين كهرومغناطيسي باهتزاز كهرومغناطيسي وعندها يتولد في الملث دائرة الاهتزاز تيار محتث متناوب يساوي تردده تردده تردد التيار المار في الهوائي بالتالي راح يصير عندي هنا تتحول الموجة الكهرومغناطيسية إلى موجة كهربائية هنا حتى أجل أتعرف على التردد أريد أشوفك بس شيء من هذه الدائرة الكهربائية عزيز الطالب أنه أنا في دائرة التسلم والاستلام أنه أنا الموجة راح تتغير من موجة كهربائية إلى موجة كهرومغناطيسية راح تنتشر في الفضاء راح تكون أنه أنا عندي هنا الموجة الكهرومغناطيسية ممكن أن تنتقل بالفراغ وتنتقل في بعض الأوساط المادية وراح تتقل وتضعف وتزداد في بعض الأوساط اللي تقويها ممكن أو تضعفها وبالتالي أنا هنا راح يجيني أنه أنا عندي في دائرة الاستقبال أنه هي معاكسة إلها يعني بنفس الطريقة اللي ولدناها بنفس الطريقة اللي راح نستلمها عفواً راح يصير أنه أنا عندي هنا عملية الإرسال والاستقبال راح يشوف أنه هنا تغيير الموجة الكهربائية إلى كهرومغناطيسية وعودتها إلى المذياع للتلفاز أي جهاز لاسلكي حتى الموبايل في استقبال الموجات الاتصالات راح يكون أنه أنا بهذا المبدأ المبدأ الكهرومغناطيسي راح يشوف هنا عزيز الطالب مبادئ اللي راح يصير عندك من حيث الكشف عن هذه الموجة شون أكشفها شون يتم الكشف عن الموجة الكهربائية كشف الموجة الكهربائية أو الكهرومغناطيسية راح يكون بواسطة مجالها الكهربائية لاحظ أنه أنا من هاي الدائرة عزيز الطالب نربط الدار الكهربائية المبينة كما في الشكل أنه أنا عندي هاي موجة كهربائية بهالشكل راح يستلمها الهوائي المستقبل وبالتالي هنا فإنه يقول يعمل المجال Y أو الموجة Y على جعل الشحنات تهتس في الهوائي ويكون تذبذب Y موجب فإن قمة الهوائي تكون موجبة قمة الهوائي راح تكون بإشارة موجبة ثم تنعكس قطبية الهوائي في اللحظة التالية مباشرة عندما يتكرن انعكاس مجال الكاربائي في الموجة يجعل الشحنة تتحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل بشكل يعتمد على الزمن وخلال هذه العملية يحث التيار المتغير جهدا مهتزا في الدائرة الرنينية المرتبطة بالهوائي بواسطة الحث المتبادل وعند تغيير مقدار السعة للحصول على حالة الرنين بين تردد الموجة وتردد الدائرة الرنينية سنحصل على إشارة الموجة الكهربائية المستقبلة فإذا أنا هنا أو المستلمة راح أجي أشوف ممكن أن نكشف عنها بواسطة مجالها المغناطيسي أنا هنا عرفتها عزيز الطالب عرفتها من خلال مجالها الكهربائي إذا أريد أعرف الموجة عن طريق مجالها المغناطيسي نعم نفس الآلية راح أشوف هنا نربط الدائرة الكهربائية كما في الشكل اللي عندك عندي هنا دائرة اهتزاز وعندي متسعة متغيرة وعندي هوائي بشكل دائرة حلقة هذا الهوائي راح شيصر عندي لكون المجال المغناطيسي للموجة الكهربائية متغيرة فإنه يولد قوة دافع كهربائية محتثة في وين راح تتولد؟ في الحلقة أو في حلقة الهوائي ويتطلب أن يكون مستوى الحلقة الهوائي بوضع عمودي على الموجة باتجاه الفيض المغناطيسي لهذا السبب نجد أن أجهزة الراديو الصغيرة يختلف استقبالها لمحطات الإذاعية تبعاً لاتجاهها يعني إذا غيرت اتجاه الراديو والسيارة نوبات في حالة حركة راح تشوف أنه هنا يصير عملية التشويش بسبب أنه هنا مدى يسقط المجال المغناطيسي بشكل عمودي ويمكن توليف هذه الإشارة المستلمة في الهوائي عن طريق دائرة الرنين بواسطة تغيير سعة الموجة في الدائرة في نهاية درسنا عزيزي الطالب نشكر أصغاءكم وتعرفنا عن إرسال واستقبال الموجات الكهرامغناطيسية تمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة